صدق بالله وإن شاء الله يعني تصدق ياخي الواحد برغم أنه مدريدي ولكن فرحان أن برشلونة كسب الفريق الغتت ابن الغتغة اللي اسمه أتلتكو مدريد ياخي ما بحبكش لا بحب التشيرت بتاعك ولا بحب اسمك ولا بحب المدرب بتاعك وانت عم سيميون انت أسهلك أن تكسب مثلا بطولة زي دور الأبطال ولا أنك تكسب برشلونة في الكامب نو فالح بس علينا أسد علي وأمام برشلونة نعم النهاردة تتفرج على أتلتكو مدريد اللي معروف أنه هو بيلعب بعشرة دفاع وتلاقي النهاردة من أول دقيقة برشلونة بيصنع فرصة الفرصة بتاع ترافينيا ولولا أن ليباندوسكي بيلعب لصالح أتلتكو مدريد وإحنا عارفين ليه علشان هو صاحب ميسي والوادي الحارس الشخصي بتاع ميسي اللي اسمه ديبول اللي في نص الملعب لا عايز يدايق لأي حاجة رأسية بتيجي ليباندوسكي ليباندوسكي النهاردة كان مدافع مدافع لنادي أتلتكو مدريد بيطلع كورة بهده رأي قول على لجلو تلاقي ليباندوسكي برضو بيطلعه بره كورة تانية تلاقي ليباندوسكي مش عارف يسبتها عمش فاهم حاسس كده أن كلكشن الدوري بتاع روشن السعودي يليق عليك في آخر فطلاطة بصراحة يعني النهاردة وأنا بتفرج على ليباندوسكي معجبنيش خالص وحتى لما نزل فيران توليس فيران توليس نزل خد إنزار تحس برضو أن برشلونة عندها مشكلة في الهجوم إنما في خط النص النهاردة وأنت بتتفرج على المايسترو عازف الأوركسترا الوادي اللي اسمه فرانك ديونك تحس أنه هو النهاردة كان مخاو مخاو كام يعالي مخاو أربعة ألاقي فرانك ديونك بيشارك في الهجمة وهبالك مع رافينيا ومع جواو فيليكس وهبالك ومع ليباندوسكي وفجأة في المرتدات ألاقي الوادي اللي اسمه فرانك ديونك هو اللي بيطلع الكورة وهبالك وهو اللي بيضغط النهاردة خط النص بتاع برشلونة كان مزيكا إذا جان جندوجان من بعد الكلاسكو تلاقي المستوى بتاع جندوجان مرتفع جدا الوادي اللي اسمه بدري وفرانك ديونك أصادهم الخط النص بتاع أتلتكو مادريد اللي ما كانش ليه أي لازمة خالص النهاردة الوادي اللي اسمه يورينتي وعندك الانيسة اللي اسمها كوكي اللي هددت في نيسي الجينيور السنة اللي فاتت لو رقصت هيحصل مشكلة لو رقصت مش عارف ايه تلاقي النهاردة ان هو ظهر مرة ولا مرتين وعم طلعه سميوني وعندك الحارس الشخصي بتعليوني الميسي اللي اسمه ديبول ما شفناش اي قوة في خط النص بتاع اتلتكو مادريد بالعكس النهاردة لقينا فريق برشلونة من السهل جدا ان هو يسجل في الشوت الاول ثلاث او اربع اهداف ولازم تشافي يقعد مع اللعيبة ويشوف ايه مشكلتهم في انهاء الكورة النهاردة بنتفرج على الهدف اللي عمله رافينيا وهبالك اللي جابه النهاردة جواو فليكس كان فيه اهداف قبلها اسهل ان هي تتسجل ولكن النهاردة جواو فليكس بيعمل تشيب باص وهبالك بيعمل لوب صغير كده من فوق حارس المرمى بتاعهم اللي اسمه اوبلاك علشان يحتفل الاحتفال اللي استفز الجمهور بتاع اتلتكو مادريد علشان تحس على دم امك بعد كده اللي اسمك مراطة لما جبت هدف واتنين فينا وابالك في المباراة اللي فاتت امام ريال مادريد مع انك كنت لاعف ريال مادريد قاتت تحتفل ولا همك ومش عارف ايه وكريزمان عمال يزيت وبتاع النهاردة جواو فليكس ابن اتلتكو مادريد بيسجل هدف الفوز لبرشلونة ولكن احنا شفنا في الشوط الاولاني فرص كتير ضيعة لبرشلونة وشفنا في اخر 10 دقيقة في الشوط التاني لقينا ان اتلتكو مادريد كانت هترجع بالكورة بتاعت منفيس ديباي ولكن فيه حارس مرمى المفروض ان الراجل اللي قاعد بره الاسمه شتيجن يسقف له ويتعلم منه ويشوف الراجل طاير على الزاوية ازاي الكورة وهبالك الزاوية اللي بيسكن فيها الشيطان الراجل حضرتها في المقص اللي اسمه منفيس ديباي علشان يطير حارس المرمى اللي اسمه انياكي بيانينيا بيصد الكورة وهبالك والكورة دي لو كانت دخلت كانت المباراة كانت ممكن تنتهي بالتعادل التعادل الايجابي ولكن النهاردة تتفرج على الاطراب بتاع برشلونة بخلاف رافينيا وجواو فليكس تلاقي النهاردة الباكات اللي اسمه مثلا جواو كانسيل والوادي التاني اللي اسمه كوندي اللي مهتم بعالم الموضة والستيليست ولكن برغم كده هتلاقي جواو كانسيل وكوندي اللي اتنين فاتحين جبهات من نار ولا مولينا ولا ريكلم الوادي اللي اسمه ريكلمي عارفين يتقدمه وتلاقي كوندي بيحاول يصنعه ويحاول يلعب افرات والوادي اللي اسمه جواو كانسيله اتجابها التانية كان عامل شغل من نار مع جواو فليكس جواو فليكس اي نعم يعني ما بيتطرفش قوي بيحب يلعب في العمق شوية وهبالك ويحب يقرب من منطقة الجزاء حبتين ما بيحبش يلعب على اطراف مالوش خل ان هو يقعد راغ ولا اي حاجة وتحس ان تشافت زبا من بعد ما خدت تهديد التمام ولكن ما تنساش عزيزي تعملنا لايك من هنا او لايك من هنا واني بنقولك في نهاية الفيديو اي سبب الغياب عشان الواحد برضو في ازمة حبتين هحكى لكم في اختصار في فيديو لوحده ولكن هقولكم حاجة بسيطة عنها ولكن تشافي بعد ما خدت تهديد انه ممكن بعد مباراة بورتو لو خسرها ممكن ان هو يسيب نادي برشلونة ويتخلى عنه نادي وسكتك وارجع بقى دير السد القطري او ارجع تابع في الدور السعودي او اي نيلة او بتاع تلاقى تشافي ثبت التشكيلة وتلاقى تشافي ما بقاش يحاول ان هو يثبت ان هو محنك جوارديولا ليه فكر والراجل اللي اسمه تينين انا تين خاب ده ليه فكر وارتيطة ليه فكر وانا لازم يبقى ليه فكر فمش لازم تتفلسف مش لازم تتفلسف يا عم تشافي التشكيلة حلوة حبتين لمين يا مال في المتشاط اللي زي كده ما ينفعش انك تبدأ بأساسي احنا شوفنا النهاردة ان رافينيا ابتدى يرجع رافينيا اللي احنا نعرفه تلاقي رافينيا النهاردة تحس فعلا ان هو برازيلي وفيه ماتشاط تحس ان هو من مجر وفيه ماتشاط والله تحس ان هو من تنزانيا فيه ماتشاط تانية تحس ان هو مش لعب كرة قدم النهاردة التزديدة اللي جاء اشاطها رافينيا وهبالك اللي خبطت في العرضة كانت ممكن تبقى الهدف التاني شوفنا انطلاقات حلوة من رافينيا رافينيا ابتدى ياخد حساسية المراوغات وابتدى يراوغ حابتين جندجان أنا قلت لك من ساعة مباراة الكلاسكو ومستحل ومفيش خلاف على بدري ولا فرانك ديونجو دول جواهر المشكلة كانت في الدفاع دفاع الفريق ككل مش هقول لك كريستينسين ولا آراخو ولا كوندي ولا جواوة كانسل ولا كلاء لا الفريق ككل الفريق لما كان بيفقد الكورة وغبالك خصوصا في آخر عشر دقائق كان مهدد تماما أن كريزمان يجيب هدف كان مهدد أن مراطة يجيب هدف كان من فيس دي باي كان ممكن أن يجيب هدف من الفاول اللي شاله حارس المرمى وبالك ولكن جملة وتفصيلا شكل فريق برشلونة النهاردة حلو ابتدى ياخد حساسية الفوز أنا عندي بيني وبين نفسي كمدريدي أن أنافس برشلونة حاجة جميلة وحاجة حلوة وحاجة تفتح النفس ولا أن أنافس الراجل اللي ما بيغارش البدلة بتاعته بقاله 8 سنين أو 9 سنين تقريبا وجددوله 3 سنين تانية أو 4 سنين هيفضل لابس نفسي البدلة السودة ونفسي الفريق العقيم نعم الفريق تطور حبتين السنة دي بالذات من أقوى لجوم في بطول الدوري أبطال أوروبا وبينافس على الدوري الأسباني ما فيش مشكلة ولكن أنا عندي أن أنافس برشلونة في الدوري الأسباني جيرونة أنا عارف أن هي مجرد وقت مطش مطشين 3 أربعة ولكن جيرونة مش هتفنس مركز ثاني ولا مركز أول ولا كلا إنسى إنسى المنافسة هتبقى ما بين ريال مادريد وبرشلونة وأتلتكو مادريد لأن ما تنساش أن أتلتكو مادريد متأجلوا مباراة لو فزها هيبقى 34 نقطة زيه وزي برشلونة وهيبقى الفارق بينه وبين المتصدر أربع نقاط فرق أهداف ما بين برشلونة وريال مادريد ولكن نتمنى دايماً المنافسة تبقى ما بين برشلونة وريال مادريد وسيبك من أتلتكو دي خالص سبب غيابي عزيزي باختصار أنه عندي مشكلة كبيرة في صفحيتي على الفيسبوك مش عارف أدخل لها أحطي لك رابط لصفحيتي الجديدة وبكرة إن شاء الله أو بعده بالكتير هشرح لك كل اللي حصل معي عشان ما طولش عليك ولكن لأسباب خارجة عن إرطتي أنا مش عارف أدخل صفحيتي على الفيسبوك وده أثر علي نفسيا تماما بشكر كل الناس اللي سألت علي ارجع لأول كومنت هسيبهولك دلوقتي على اليوتيوب وما تنساش أنك تعمل لنا لايك ضروري علشان الفيديو ينتشر ويوصل لناس والناس تعرف سبب غيابي لي